قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا محيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهد والله ما اجعل هذا العمل خالص للوجيكا الكريم وتقبله مني طلبة طلبات الصف الأول الإعدادي اهلا بكم ومراجعة قبل الامتحام في مادة الدراسات الاجتماعية التين من الاول لا تنسى زيارة قناتي على التوب وعمل لايك الفيديو وتشارهه للأصدقاء والفيسبوك وتابعنا حتى النهاية طيب يلا بنا نبدأ تعالى نشوفه مع بعض ايه اول حاجة بيقولك هنا السؤال اولاني بيقولك قدامك خريطة صماء للعالم ومكتوب عليها ايه ارقام وكل الرقم بيدل على حاجة فهنا نشوف مع بعض كده طبعا هنا في رقم واحد مش هو رقم واحد يبقى رقم واحد دي عبارة عن ايه بيقولك دائرة عرض عرض ايه يبقى دائرة ايه دائرة عرض الايه دائرة الاستواء يبقى خط الاستواء او دائرة الايه الاستواء طب تاني حاجة قررت القرر رقم اتنين شايف القرر رقم دي اتنين ديت اه دي تعتبر مين ديت امريكا الشمالية يبقى تعبر عن امريكا الايه الشمالية طب رقم تلاتة بيقول لي هنا هوت البحر البحر اللي هنا ده شايف معاني كده هوت يبقى دي اسم البحر الايه المتوسط يبقى البحر ده بيدل على البحر المين المتوسط طب تعالي نشو رقم اربعة ناشي يبقى دي قارة ايه عدقارة مين استراليا يبقى رقم اربعة ديت بتدل على قارة مين استراليا طب رقم خمسة بيقول لي هنا المحيط رقم خمسة يبقى نقول لي المحيط المين الهادي يبقى ده عبر عن محيط الايه الهادي طب تعالي وصل بعد كده بيقول لي ما المقصود بكل من. واحد المجرة. ايه هي المجرة? تعال نعرف يعني كلمة مجرة. المجرة هي ايه? هي عبارة عن عدد من النجوم في تجمعات مختلفة الاحجام والاشكال والالوان. وتحتوي على ملايين النجوم التي تفصل بينها مسافات كبيرة. بدي اسمها ايه? المجرة. طب تعال نعرف حاجة اسمها خطوط الطول. ايه هي خطوط الطول? بنقول خطوط الطول. هي عبارة عن ايه? انصاف دوائر تصل بين القطبين الشمالي والجنوبية. بدي اسمها خطوط الايه? الطول. السؤال هنا بيقول لي ايه هنا? بيقول لي اه اه اكمل بوضع ايه? صحة او خطأ? اه ضع عالم الصحة امام العبارة الصحية وخطأ امام الخاطئة ما تحصل ايه الخطأ? واحد. البحر الاعمر من البحر المغلقة? طبعا عبارة ايه خاطئة? بنقوله البحر الاحمر. البحر الاحمر من البحر الايه الداخلية. البحر الاحمر من البحر الايه الداخلية. طيب. اه تعد البحيرات العظمى من البحيرات المالحة. طبعا العبارة بدي خاطئة برضو. بنقوله ايه? اه تعد البحيرات العظمى من البحيرات الايه العذبة. طيب. السؤال بعد كده بيقول لي. اكمل برضو اه ضع صح او خطأ. ده علامة صحة وايه او خطأ. يصل محور الارض بين القطب الشمالي والقدب الجنوبي. العبارة دي عبارة ايه صحيحة? نقول له العبارة دي عبارة ايه صحيحة. طيب اه العبارة ركم اربعة تدور الارض حول نفسها من الغربي الى الشرق. بل العبارة دي عبارة ايه? عبارة صواب او صحيحة. طيب تعال بيقول لي هنا. اكمل العبارات اللي اتيها بالكلمة مناسبة من بين ايه القوسين. الحجر الحجر الحديث. قويس الوزير. اخناتون. خفرة. الملك. القديمة. النحاسي الحديثة. اكمل بعض. كان حكام الاقليم يعينون بواسطة ايه بواسطة مين? بواسطة الملك. بنقول بواسطة مين? الملك. سادت عبادة الاله راع في عهد الدولة. الدولة الايه? الدولة القديمة. نقول له نختار كلمة ايه? الدولة الايه? القديمة. نادى نقط بفكرة الوحدانية. يطرى مين اللي نادى بفكرة الوحدانية? يطرى هو الوزير ولا اخناتون ولا خفرة ولا الملك? طبعا اللي نادى بفكرة الوحدانية هو مين اخناتون? يبه هو مين اخناتون? آآ سؤال او جزئة رقم اربعة. عرف الانسان الزراع في العصر? يطرى في العصر الحجري الحديث? ولا النحاسي? ماشي ولا الحديثة? طبعا ولو اعرف الانسان الزراع في العصر الايه? الحجري الحديث. العصر الايه? الحجري الحديث. امر الملك نقط بنحت تمثال ابو الهول. مين هو بقى يا طرى? طبعا اخناتون ولا آآ خفرة? طبعا اخناتون عرفنا اخناتون خلاص. يبه هو مين هو آآ خفرة? يبه امر الملك خفرة بمين? بنحت تمثال ابي ابو الهول. نتاج المترتبة على بناء سد اللهون. بيقولي ايه بقى? التوسع في الزراعة اللي استفادة منه في شؤون الريء في ايه? في مصر. طيب ما النتاج المترتبة على اعتقاد المصريين في البعث بعد ايه? الخلود. ترتب عليه ايه بقى دلوقتي? بناء الاهرامات. بناء المقابر في الصحاري. الاهتمام بالايه? بالطحنيط. وكمان وضع كل ادوات الميت التي كان يستخدمها في الحياة معه في ايه? في المقبرة. طيب بقولي صوب ما تحته خط في العبارات الاتية. تعالوا اول عبارة بتقول ايه? كان شعار مملكة الشمال ظهرت اللوتوس. يبقى نقوله كان شعار مملكة الشمال هو ظهرت اللوتوس. طبعا اللي عبارة خاطئا ايه? يبقى ظهرت اللوتوس دي نعدلها. بنقوله ايه دلوقتي? يبقى كان شعار مملكة الشمال نبات الايه? نبات البر. فيه المياه الاراضي. يبقى فصل البذر هو الفصل الذي تغمر فيه المياه الاراضي. طبعا نقوله ايه بدلوقتي? يبقى نقوله الايه? فصل الفيضان. يبقى فصل الفيضان هو الفصل الذي تغمر فيه مياه الايه? الاراضي. الجزية اللي بعد كده. ظهرت فكرة توحيد على يد الملك رمسيس الثاني. طبعا لازم نشيل رمسيس الثاني نحط مكان حاجة. يبقى نقوله ظهرت فكرة التوحيد على يد الملك مين? ايوة اخناتون. يبقى على يد الملك مين? اخناتون. طيب العبارة اللي بعد كده. اطليق على الملك خفرع الملك المحسن المحبوب. لان نقوله بقى يبقى يطلق على مين? اطليق على الملك سنفرو الملك المحسن المحبوب. طيب هنا بيقول لي اختر الجابة الصحية من بين الاخواز. يعرف كوكب مقبل كوكب الاحمر. الارض ولا المريخ ولا عطارد ولا المشترى. يبقى نقول له يعرف كوكب مين? كوكب المريخ او يعرف كوكب مين? المريخ بالكوكب الايه? الاحمر. الانديز توجد في قرة مين? في قرة امريكا الايه? امريكا الايه? الجانوبية. في قرة مين? امريكا الايه? الجانوبية. يعد نقط من البحار المغلاقة. يترى هو البحر المتوسط خطري. طيب عمل واحد اما بيه ام بيه الملك زوصر. الملك مين? زوصر. اعمل ايه? اه هنا بنى هرم اه سقارة المضرر. يبقى الملك زوصر بنى هرم سقارة المضرر. الى من تنسب الاعمال الاتي? واحد ارسل بعثة من الفينقيين للدوران حول افريقيا. مين بقى? يبقى نسمي ايه? نخاو. اقام سد اللهون بالفيو. مين? مين هو? يبقى نقول هو مين اسمه ايه? امن محطب الثالث. امن محطب الثالث. طيب. دعا الى عبادة اله واحد. اللي هو مين? ايه? اخناتون. طيب عقده اول معاد السلام في التاريخ مع الحيثيين. يا طره هو مين ده? طبعا نقوله ايه? رمسيس الثاني. يبقى هو مين? رمسيس الثاني. قام بحفر قناة سيزو ستريس. مين اللي قام بها? هو مين? سنو سيرت الثالث. برنا على صحة العبارات الاتية. تعددت مهام الملك في مصر القديمة. تعددت مهام الملك في ايه? مصر القديمة. اللي بقى? علشان ادفاع عن البلاد. صد المعتدين. اقامة العدالة بين الناس. تأمين وسائل الحياة الكريمة لشعبه. طيب. الحاجة التانية برضو اللي برهن على صحة العبارة الاتية. اعتقاد المصري القديم في البعث والخلود. طيب. تعا نشوفه بقى. عامل ايه بقى? اهتمامه بالتحنيط. يبقى لما كان بيعمل التحنيط. ادي حاجة. حاجة التانية بناء الاخرامات. حاجة التالتة بناء الايه? المقابر. الخريطة اللي قدامنا دي بيبقى ايه? بيقولك اماريطة صماء للعالم. اكتب ما دول الاركام الوقاع عليه. يبقى ده خريطة للعالم. اهيد. وبعد كده عطينا اركام. ويقول لي اكتب الاركام. اول حاجة دائرة عرض. يبقى هنا اخد بالك معايا. دائرة العرض ديت. اللي هي رقم واحد ديت. يبقى دائرة ايه يبقى نقوله دائرة عرض مين? دائرة عرض مدار السرطان. طيب. اه تاني حاجة بيقول لي البحر. رقم اتنين. تعال نبص على رقم اتنين البحر ده شايفي معايا? البحر ده بيشير ليه? طبعا ده البحر الايه? الاحمر. يبقى ده بيعبر عن البحر مين? الاحمر. رقم تلاتة بيقول لي المحيط. يبقى المحيط اللي هنا في رقم تلاتة. يبقى ده اسم المحيط الايه? الهندي. يبقى ده اسمه محيط الايه? الهندي. رقم اربعة دائرة عرض. فين في رقم اربعة? اهيت. يبقى هنا رقم اربعة دائرة عرض اهيت الخط دهوت. يبقى دائرة عرض مين? خط الايه. يبقى رقم اربعة اللي هو ده خلاص معايا. ده بيعبر عن دائرة عرض خط ايه? خط الايه استواء. يبقى ده خط مين? خط الايه الاستواء. طب رقم خمسة. رقم خمسة على الحريطة. بتمثلي قارة مين? قارة مين? اسيا. يبا دي بتمثل قارة ايه اسيا. تعال نشوف اللي بعده بيقول لي قارن بين الاشعاء العمودية والاشعاء المائلة. خلاص تعالوا نشوفوا المقارنة كده مع بعض. هنا نقوله مع بعض تعالوا نشوفوا مع بعض كده بيقولي الاشعاء العمودية. بتعمل ايه تختارك مسافة اقل. يبا هنا بنقوله العمودية بتنزل كده بتختارك مسافة اقل. تستارك زمنا اقل تنزل على مساحة اقل. بتنزل على مساحة هي اقالية. طيب الاشعة المائلة بتختارك مسافة اكبر خلاص تستارك زمنا اكبر كبير اكتر من كده. بتنزل على مساحة اكبر تفقد جزء كبير من الايه? من الحرارة. هنا بقى بالنسبة الاشعة العمودية تفقد جزء قليل من الايه? من اه من حرارتها. خلاص. اه هنا بنقول الاشعة العمودية بتفقد جزء قليل من اه اشعتها. بينما الاشعة العمودية بتفقد جزء كبير من حرارتها. طيب هنا بقى بنقول الاشعار العمودية ذات تأثير كبير بتأثر. تأثيرها بيكون ايه? كبير. طيب الاشعار العمودية. اما الاشعار المائلة بنقوله تأثير ايه? زات التأثير ايه? قليل. يبقى زات التأثير هنا هوت ايه? قليل. هنا بيقول لي بما تفسر. يسمى كوكب الزهرة بتوقم الارض. بما تفسر تفسيرك ايه? لانه يشبه في القطرة والحجم والكتلة. لان بما تفسر حدوث زهرة الفصول الاربعة. ليه? بتحصل زهرة الفصول الاربعة. اه بسبب الدورة الايه السنوية. بسبب الدورة الايه السنوية. طيب هنا بيقول لي قارن ما بين. يبقى الدورة اليومية والدورة السنوية للارض. الدورة اليومية والدورة السنوية للايه للارض. ماشي. تعال نشوف مع بعض. واجه المقارنة. تعالوا اول حاجة. المدة. يبقى الدورة اليومية مدتها كام? اربعة وعشرين ساعة. بينما الدورة السنوية مدتها تلتمية خمسة وستين يوم. اوروبا اللي هي دورة كاملة اللي هي السنة الكاملة. طيب تعالوا بقى نشو مع بعض الاتجاه. هنا بقى بنقول في في الدورة اليومية تدور الارض حول مين? حول محورها من الغربي للشرق. من الغربي لايه? للشرق. طيب الدورة السنوية بتعمل ايه? بتدور? حول الشمس. حول مين الشمس? من الغربي برضو الى الايه? للشرق. خلاص? طيب النتائج بقى. آآ نتيجة الدورة اليومية بيحصل ايه? تعاقب الليل والنهار. اما النتائج اللي بتحصل من الدورة السنوية تعاقب الفصول الاربعة. يبقى نتيجة ايه? الفصول الاربعة نتيجة الدورة السنوية. بينما تعاقب الليل والنهار نتيجة ايه? الدورة ايه? ايه اليومية. قارن بينها معركة مجدو ومعركة قادش من حيث النتائج من حيث النتائج طيب معركة مجدو نقوله مع بعض انتصر تحطمس الثالث على الأسياويين أما في معركة قادش انتصر من رمسيس الثاني على من الحيسيين طيب شهرة تحطمس الثالث العسكرية خلاص نتائج بتاعتها إن مين اشتهر تحطمس الثالث عسكرية طيب هنا اضطرار ملك الحيسيين إلى توقيع معادة سلام مع رمسيس الثاني مع رمسيس الثاني يبدئت هي المقارنة بين معركة مجدو ومعركة مين قادش في معركة مجدو انتصر تحطمس الثالث على الأسياويين أما في معركة قادش انتصر رمسيس الثاني على الحيسيين هنا في معركة مجدو شهرة تحطمس الثالث العسكرية أما في معركة قادش اضطرار ملك الحيسيين على التوقيع معادة السلام مع رمسيس مين مع رمسيس الثاني طيب صوب ما تحتوي خط في العبارات الآتية أول العبارة بيقول لي يطلق على عصر الدولة الوسطى ايه دلوقتي الوسطى عصر بنات الأهرامات لا دي اسمها يبقى نسموها عصر الرخاء الاقتصادي يطلق على عصر الدولة الوسطى عصر مين الرخاء الاقتصادي طيب اتنين تعتبر الصناعات الجلدية أقدم الصناعات في مصر القديمة طبعا العبارة دي خطاة صحاحة مع بعض كده نقوله ايه تعتبر أو تعتبر الصناعات الحجرية أقدم الصناعات في مصر القديمة ثلاثة اعتقد المصري القديم أن الروح تتعرض للحساب أمام محكمة برئاسة الإله آمو طبعا هنا نقوله العبارة صحة العبارة نقوله اعتقد المصري القديم أن الروح تتعرض للحساب أمام محكمة برئاسة الإله أزوريس العبارة اللي بعد كده بيقوله ايه اتخذ الهكسوس مدينة منفق عاصمة لهم الصحيبة نقوله ايه اتخذ الهكسوس مدينة أورايس عاصمة لهم في الشكل المقابل بيقولك خريطة صماء للعالم خلاص بتكتب عليها عن مكتوب أرقام وإحنا بنشوف الأرقام دي أول حاجة بيقولك هنا فيه ايه دلوقت المحيط يبقى رقم واحد المحيط هنا مين يبقى ده اسمه المحيط الهادي يبقى أول حاجة عندنا ده بيعبر عن المحيط مين الهادي طب رقم اتنين تعال شو رقم اتنين بيقولك قارة يبقى دي اسمها قارة مين أمريكا الشمالية يبقى دي أمريكا الشمالية طب رقم ثلاثة شايف رقم ثلاثة ده يعبر عن مين عن خط الاستواء يبقى ده خط مين خط عرض الاستواء طب رقم رقم اربعة هنا رقم اربعة المحيط ده اسمه المحيط ده ايه اسمه المحيط الهندي يبقى رقم اربعة ده بيعبر عن محيط الايه الهندي طب رقم خمسة بيقولي قارة القارة اللي هنا في رقم خمسة دي اسمها قارة مين قارة الايه اسيا. يعني دي قارة مين اسيا. العبارة اللي بعد كده بيقولي اكتب المصطلح الجغرافي الدالة على كل من العبارات الاتي. جسم صلبي يحترق جزئيا عند احتكاكه بالغلاف الجوي. ده بنسميه ايه? ايه? النيازج. دوائر وهمية تحيط بالكرة بالكرة الارضية. دوائر وهمية تحيط بالكرة الارضية. دي بنسميها ايه? دوائر الايه العرض. سميها دوائر الايه العرض. في نهاية هذه الحلقة. اتمنى ان تنال اعجابكم. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتعمل لايك للفيديو. ويتشاريعون الاصدقاء والفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله.